موضوع حيوة عن طريق الحقن طبعاً عن طريق الحقن العضلي أو الوريد لازم تعمل له اختبار حسي اختبار حسي ده بناخد لو بنجيب السرنجة لإنسولين طبعاً الناس اللي مشغالين في الوسط الطبي بيبقى فاهمين السرنجة السرنجة دي بقى حوالي واحد صانتي مية وحدة بناخد عشر وحدات من الموضوع الحيوة اللي أنا حللته خلاص بسحب منه عشر وحدات وبكمل الصانتي في الايه السرنجة اللي هي الصانتي دي اللي هي فيها مية وحدة وبدي من اللي تحلل يعني هي بقيت مية وحدة خلاص عشر وحدات متضحية والباقي ايه محلول تمام؟ او ماء مقطر بحقن مش تحت الجلد جوه الجلد بعمل دايرة وبحقن جوه الجلد عشر وحدات يعني تقريباً واحد من عشرة من الصانتي وبعمل دايرة عشان نشوف مكانها ظهر طفح جلدي او احمرار او علية يعني الجلد او الطفل هرش فيها خلاص كده يبقى انا عندي حاسية بعد قدية مش بعد دقيقتين يبقى المعلومة الاولى التحليلة بالشكل دوت نمرة اتنين جوه الجلد مش تحت الجلد بالتحليلة اللي احنا قلنا عليها ولازم استنع على الأقل ربع ساعة وعلم مكانها عشان نرجع لها وعلم مكانها عشان نرجع لها ظهر حاسية خلاص يبقى انا عندي مشكلة ان الطفل دا عنده حاسية من دا بس تساعتها الاحمرار اللي تلع دا هل في حاجة بقى من اديها عشان توقع في عشان الجرعة قليلة فمساش مشكلة بالضبط الجرعة قليلة جدا ومش هتعمل مشكلة دا هيظهر طفح جلدي مكانها ما حصلش طبعا لان اصلا طريقة حدوث الحاسية كمان عشان دا نقطة مهمة لها اربع طرق في الحدوث لك انا بكلم عن الحاسية الخطيرة اللي هي بسموها صدمة تحسوسية خلاص انا تطمنتك كده عدت ربع ساعة خلاص خلاص يبقى انا كده ما عنديش مشكلة لقدر الله حصل الاحمرار ما بنتيوش حاجة تانية لازم يتعمل كل مش كل حقنة عشان بس الناس ايه مقفورين قصة شوية مش كل حقنة انا بعمل اختبار حاسية مرة واحدة في الكورس انا هاخد مثلا خمس حقن يبقى هي مرة في الكورس دا لقدر الطفل دا في وقت اخر احتاج اعمله تاني اختبار حاسية يعني دا مش معناه انه هو من اول اختبار طلع ما عندوش حاسية من المادة دي يبقى مش هتجيله تاني لا ممكن تجيله فكل مرة كورس بنجربها مرة واحدة وده مع اي مضوط حيوة اي مضوط حيوة تقرأ عن طريق الحقن